التربة Soils وأخيراً انتهيت من غسل دراجتي والآن هيا بنا لنلقي الماء انتظر يا خالد لا ترق الماء الملوث فوق التربة وما المشكلة في ذلك أليست هذه التربة خليطاً من الطين الذي يحمل القذورات؟ فما ضرر في سكب الماء الملوث عليها لا يا خالد أنت مخطئ بالطبع حسناً أخبرني ما هي التربة؟ التربة هي خليط من مواد عضوية وماء وهواء وصخر تعرض لعمليات تجوية تشكلت مع مرور الزمن وتعد مهمة لنمو النباتات وكيف تكونت هذه التربة؟ هناك العديد من العوامل التي تؤثر في تكون التربة والتي تضم الصخر الأصلي درجة ميل السطح المناخ الزمن المخلوقات الحية وكيف يؤثر الصخر الأصلي في تكون التربة؟ يؤثر نوع الصخر الأصلي في تكون التربة فنجد أن الحجر الجيري في المناطق الاستوائية يعمل على تكون تربة طينية بعد ذوبانه نتيجة تعرضه للتجوية الكيميائية بينما نجد أن الحجر الرملي يكون تربة رملية نتيجة تعرضه للتجوية في المناطق الجافة والصحراوية ومال مقصود بدرجة ميل السطح يقصد بدرجة ميل السطح شدة ميل أو انحدار سطح الأرض وكيف تؤثر درجة ميل السطح في تكون التربة؟ تؤثر درجة ميل السطح في تكون التربة فتجد أن الانزلاق المستمرة للفتاة الصخري أسفل الجبال يترتب عليه ندرة التربة في المناطق الجبلية وماذا عن التربة في الأراضي المنبسطة؟ تعمل الرسوبيات الناعمة الناتجة بفعل حركة المياه والرياح في الأراضي المنبسطة على تكون تربة سميكة وما هو دور المناخ في تكون التربة؟ للمناخ دور في تكون التربة ويظهر هذا الدور جليا في المناطق الاستوائية على سبيل المثال حيث تحدث عمليات التجوية نتيجة المناخ الحار والرطب فتتكون تربة سميكة أما في المناطق ذات المناخ الجاف البارد فتتكون طبقة رقيقة من التربة التي تنتجها التجوية الميكانيكية كما يلعب المناخ دورا في كمية المواد العضوية الموجودة بالتربة هل تقصد أن كمية المواد العضوية الموجودة بالتربة تختلف طبقا لاختلاف المناخ من مكان لآخر؟ بالطبع يا خالد فالتربة في المناطق ذات المناخ الحار والرطب تحتوي على كمية كبيرة من المواد العضوية وما السبب في ذلك؟ يعود ذلك إلى الدور الذي تقوم به البكتيريا والفطريات في تحلل الحيوانات والنباتات الميتة مكونة مادة قاتمة اللون تسمى الدبال أما التربة في المناطق الصحراوية فتحتوي على كمية قليلة من المواد العضوية وما الدور الذي تلعبه الكائنات الحية في تكون التربة؟ تحتاج التربة لفترات زمنية طويلة لكي تتكون وتصبح مختلفة عن الصخر الأصلي الذي تكونت منه والذي تعتمد عليه خصائص التربة ولكي تحدث تجوية مناسبة ومكتملة لطبقات التربة يجب أن لا تتعرض تلك الطبقات للتعرية أو يحدث ترسبات جديدة فوقها قبل أن تتم عملية التجوية كاملة مما يعزز من تماسك طبقات التربة واكتمال التجوية لجميع عناصرها وما الدور الذي تلعبه الكائنات الحية في تكون التربة؟ تمثل الأشنات أحد المخلوقات الحية التي تساهم في تكون التربة حيث تنمو على أغصان النباتات أو الصخور المنحدرة وتحصل على المواد الغذائية اللازمة لنموها من العناصر الموجودة بالصخر مما يضعف من صلابة الصخر ويسهل من تفتته مكونا تربة تستطيع أن تنمو عليها الأعشاب والأشجار كما تعمل بقايا النباتات الميتة بعد تحللها على تزويد التربة بالمواد العضوية اللازمة لنمو النباتات حسناً، الآن سأذهب لإلقاء الماء الملوث في المصرف للحفاظ على التربة هيا بنا يا خالد يمكننا تلخيص ما تعلمناه اليوم في ما يلي التربة هي خليط من مواد عضوية وماء وهواء وصخر تعرض لعمليات التجوية تشكلت مع مرور الزمن وتعد مهمة لنمو النباتات العوامل المؤثرة في تكون التربة الصخر الأصلي درجة ميل السطح المناخ الزمن المخلوقات الحية الم tengah Healthcare الارواان المخلوقات العديو المخلوقات العديو المخلوقات العديو الدر سمame مخلوقات العديو المخلوقات العديو يبدو شكرا